الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد أهمية تطوير العلاقات المتوازنة مع دول العالم وحجد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب خلال رئاساته للمجموعة الاقتصادية إسماعيل يؤكد ضرورة توفير جميع التيسيرات للمستثمرين مجلس حكم المسلمين يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف صارمة لوقف إرهاب إسرائيل بحق المسجد الأقصى الثامنة مساء في القاهرة السادسة بتوقيت جرانت شابان رمى إخبارية شاملة تأتيكم من النيل أهلا بكم تفاصيل الأنباء أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أهمية استمرار العمل على تطوير العلاقات المتوازنة التي تجمع بين مصر ومختلف دول العالم فضلا عن مواصلة تعزيز علاقاتها بالقوى الدولية وخلال الأطر متعددة الأطراف في إطار استقلالية قرار مصر ودورها الإقليمية الفعالة جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس السيسي اليوم مع مجموعة من المراشحين للعمل كسفراء لمصر في الخارج بحضور سامح شوكلي وزير الخارجية وصرح السفير علاق يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن رئيس السيسي استعرض خلال الاجتماع توابط السياسة الخارجية المصرية ويشدد كذلك على أهمية الاستمرار في بدل الجهود الرامية لتثبيت دعائم الدولة والحفاظ على ما تحقق من استقرار كذلك مواصلة العمل الدؤوب مع المجتمع الدولي لحجد الجهود لمواجهة ظاهرة الإرهاب على المستويات كافة كما أكد رئيس السيسي أهمية نقل الصورة الحقيقية لما يجري في مصر من جهود لتنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستدام والمزيد من المتابع ينضم إلينا هاتفيا سفير جمال بايومي مساعد وزير الخارجية الأسبق سيادة السفير بعد تحية أهمية رسم السياسة الخارجية لمصر في ضوء أزمات المنطقة وإيجاد سياسات متوازنة مع دول العالم وهو ما أكد عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم ببعض الصفراء المرشحين لتمثيل مصر بالخارج اجتماع في غاية الأهمية ويسترجع شن حميدة للسلك الدبلوماسي المصري فالمفروض أن السفير الذي يعين في الخارج هو يعين بوصفه ممثلا لرئيس الدولة وربما لا تكون صبته إلا أنه ممثل رئيس الدولة بأكثر مما يقال أنه شفيره في وزارة الخارجية وكل تقارير الصفراء ترفع ملخصات لها أو بأكمالها إلى الرئيسة دائما ومن هنا من أهم ما يمكن أن السفير الذي سيذهب إلى أي مكان في العالم الآن يستمع من الرئيس شخصيا إلى توجهاته إلى أنه يقف وراء هؤلاء الصفراء عندما يبذلون من الجهد ما يفيد بلدانهم سواء في نواح الأمن والاقتصاد في السياحة في جذب الاستثمار في رعاية المصريين في الخارج في زيادة التجارة كلها ترجوات هامة جدا عندما يوضحها الرئيس بنفسه يعلم كل سفير أولا أنه مسؤول أمام الرئيس ثانيا أن الرئيس يقف خلف كل هذه المجهودات ويقدر تماما عمل ودور السلك الدتماسي وهما الصفراء تلقون هذه التعليمات مباشرة أشكرك جزيل أشكر السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجي الأسبق شكرا جزيلا لك ترأس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية لمناقشة قضايا الاستثمار والتجارة والصحة وخلال الاجتماع تم تأكيد على ضرورة توفير جميع التيسيرات للمستثمرين وتحفيزهم في غضون ذلك عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتماعان لمناقشة مشروع إعادة تأهيل خط السكك الحديدية رابط بين منطقة فوسفات أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد وميناء سفاجة على البحر الأحمر إعادة إحياء خط سكك حديد سفاجة قناء أبو طرطور الذي يبلغ طوله 700 كيلو متر بتكلفة تقدر ب300 مليون دولار أهم المشروعات التي ناقشها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال اجتماعه بوزير النقل والجهات المعنية تفعيل نقل البضايع بالنسبة للسك الحديد ودي حياة فمتال أهمية بالنسبة لنا وممكن احنا هنا برضو في هذا الصدر احنا نجحنا من حوالي أربع تيام في تجربة مهمة جدا اللي هي نقل 1200 طن على قطر نقل إيه بقى؟ حويات نقل حويات ودي كانت الأول مرة بقالناها فترة طويلة ما نقلناش حويات فإحنا الحمد للنا أنها من عند السخنة لمنطقة ابتوبر حوالي 60 حوية بحمولة 1200 طن على قطر كان فإن شاء الله سنكرر التجربة دي سيتم عرض الصيغة النهائية لللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية الاقتصادية بهدف تفعيل قانون الاستثمار ومشاركة أكبر عدد من القطاع الخاص في النمو الاقتصادي هذا ما صرحت به الدكتورة صحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع تم الاتفاق على أن عرض اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إن شاء الله في المجموعة الاستثمار القادمة بعد ما الحمد لله قدرنا أن نجمع كل التعليقات والأراء من جميع الوزارات ومن جميع المحافظين وكذلك من الهيئات المختلفة والشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع القومية مثل العاصمة الجديدة خطوات سريعة تتخذها الحكومة للانتهاء من الصيغة النهائية لللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بهدف خلق مناخ استثماري جاد لجذب المستثمرين والاستفادة من كافة الموارد الطبيعية بالدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية من مقر مجلس الوزراء أحمد أبو الحسن أنيل وعلى المتابعة نضم إلينا عبر الهاتف دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة دكتور هشام كيف يمهد قانون الاستثمار الجديد وكذلك مركز خدمة المستثمرين وغيرها من الإجراءات التي اتخذت من الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ومن ثم خلق فرص عمل جديدة أهلا بك بالتأكيد ما يبثل حاليا من مبوطة على مستوى استكمال الإطار التشريعي بما فيه اقراض لفانون السمار وأن يحدث عليها التوافق ليس فقط داخل الحكومة لكن عايدا اللجان المختلفة داخل مجلس الوهد مع مستمع العمال بالتأكيد عامد هام لكن الحقيقة العامد لم يقف على حد بل فيه وقت المجهود بالفعل يبدل فيه الوقت الحالي داخل كان وضع أجنطة أو استراتيجية للسمار ويزهار الفرص الأجنبية المتاحة أمام الناسين ثم تسوقها من خلال عدد من الإجتماعات تجريها وزيدة السمار والتعاون الدولي أتصور أنه كل هذه النبودات منهجة عنها تساعد بشكل جيد في زيادة حجم السمار سواء كان السمار المحلي أو السمار الأجنبي مسألة اللائحة التي تتعامل لخنون السمار أتصور أنه يكون في الفترة القانونية بإخراج هذه اللائحة من قبل مجلس الوزراء باعتبار أنه وفقاً للخنون هذه اللائحة سوف تتعامل من مجلس الوزراء وبالتالي السمار مش بس منطبي أو مسئولية وزادة السمار فقط لكن هي مسئولية مختلفة للوزراء وبالتالي مهم أنه يحدث عليها توافق وشان كده يتفاوض خلال الجلسة القادمة للمجموعة الوزراء سيتم بحث وتداول اللائحة التنفيذية في شكلها بعد أضعها على الجلس الوزراء في مجلس الوزراء تنهيداً لإقضاءها من قبل مجلس الوزراء بهذا يكون الحلقة الأولى في تحقيق وتحقيق مناخ السمار وهو قانون السمار انتعت على خير ثم يجب إكمال باقي منظومة الإصلاح التشريعي خاصة تلك القرانين في مناخ السمار كان قانون العمل الموحد أو قانون الإثلاف أو قانون التأمات كل هذه التشعاعات في حاجة إنجازها في أقرب وقت ممكن نوصل بسالة جيدة للمسؤولين مناخ السمار في مصر يتجل إلى مزيج من التوقيت عمل التوقيت مهم جداً كما تفضلت التوقيت كان طويلاً لحين صدور هذا القانون اللائحة التنفيذية تتوقع أن تأخذ نفس المدة لحين مناقشاتها وإصدارها؟ نعتبر أنه خلال 90 يوم من تاريخ إصدار القانون سوف يتم إصدار اللائحة التنفيذية بالتأكيد الوقت هام للغاية لكن أكثر من الوقت أن يكون هناك توافق حقيقي داخل المجتمع خاصة فيما بين مجتمع الأعمال علشان الحقيقة نحتاجين اللائحة التنفيذية يكون عليها التوافق كبير بالشكل اللي ما يظهرش فيما بعد كثير من الاعتراضات تقلل من حميد هذا القانون خاصة أنه هذا القانون أتى بشكل مساند لي تعمل أعماله مساند للمستسجدين بشكل كبير أشكرك دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية من السهد في أحد الأوقار التابعة للعناصر التكفرية بوسط سيناء وأشار المتحدث العسكري الآن ذلك أصفر عن مقتل فرد تكفري وتدمير سيارة دفع ربعي ودرجتين ناريتين فضلا عن القبض على اثنين آخرين أحدهما بحوزات مبالغ مالية كانت في طريقها لدعم العناصر التكفرية وقال المتحدث العسكري إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تواصل جهودها لتنفيذ كافة المهام المخططة لتطهير البؤر الإرهابية بوسط سيناء أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار نتيجة المرحلة الثانية لتنصيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الجامعي القادم وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي إن الحد الأدنى لكلية الطب البيطري بلغ 94.8% والهندسة 90.4% والحاسبات والمعلومات 87.4% منوها بوجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة بعدة كل يد المرحلة الثالثة إن شاء الله إن شاء الله هتبدأ يوم السبت الموافق 12 أغسطس وتنتهي يوم الاثنين 14 أغسطس الساعة 7 مساء وذلك يتم فتح الباب للقبول أمام بقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للسنوية العامة وذلك كذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية التي لم يتم تقديم رغباتهم من ناحية أخرى أكد عبدالغفار أنه تقرر فتح باب التحولات أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لتقليل الاغتراب في حدود النسبة المقررة وهي 10% تحولات تقليل الاغتراب أولا التحويل بين الكليات الجامعية تيسيرا على أبناء أن الطلاب سيتم فتح باب التحولات أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لتقليل الاغتراب المناظر والغير مناظر في حدود النسبة المقررة من المجلسة على جماعات وهي 10% وذلك خلال فترة من يوم الثلاثة الموافق واحد أغسطس أي غدا حتى يوم الخميس الموافق ثلاثة أغسطس وذلك عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت أقرت منظمات المجتمع المدني خطة تنفيذية لمكافحة الفساد في إطار استراتيجية مكافحة الفساد 2014-2018 لتوعية المواطنين بمخاطره من خلال 47 ألف جمعية منتجرة في أرجاء مصر جاء ذلك في ختم مؤتمر دور المنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد والذي تنظمه وزارة أتضام الاجتماعية تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تنفيذ لاستراتيجية مكافحة الفساد 2014-2018 جاءت الخطة التنفيذية لمنظمات العامة الأهلية التي خرجت عن مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعية نقائم على تعاون ما بين الحكومة ممثلة في وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والخارجية والعدل والأوقاف وغيرها من الوزارات والأجهزة الأمنية مع الجماعات الموسطة الأهلية يعني احنا بنعمل خطط مشتركة وبراج مشتركة مش للجماعات الأهلية كلها لكل المجتمع سيشارك فيها المشاركون أكدوا على أهمية مشاركة المجتمع المدني في حركة التنمية بالدولة في ظل عدم وجود دور فاعل للأحزاب أن يمد يده ويفتح طلبه ليشارك حركة التنمية ومشاركة حركة التنمية ليس على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى الاقتصادي في حسب ولكن على المستوى الوعي العام منظمات المجتمع المدني المشاركة أكدت أن مكافحة الفساد تستوجب تعزيز الشفافية وتوعية المجتمع بمخاطرة رجال وسيدات الأعمال أشاروا إلى البعد الاقتصادي والاجتماعي للفساد وأهمية المشاركة في مواجهته سيكون في استقرار الاقتصادي لدى الأسرة المصرية والأسرة العربية أكيد في الحالة دي سيكون صعب جدا إغراءهم إغراء الضعفاء النفوذ أو اكتزابهم لتدمير بلاتهم أكد المشاركون على ضرورة أن تتكاتف جميع المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد لتنظيم جهود التصدي له ومواجهته بجميع أشكاله وأن تعمل الأجهزة الرقبية بجهد كبير دور مهم لمنظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد من خلال نشر قيم النزاهة والشفافية كخط دفاع أساسي لمواجهة الإرهاب من مقر المؤتمر محمود العزالي النيل اشتركوا في القناة دعا مجلس حكماء المسلمين قادة الدول الإسلامية والعربية وكافة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك وخلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس حكماء المسلمين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي برئاسة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أكد أمين عام المجلس علي راشد النعيمي أكد رفض المجلس القاطع للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى والتي أصبحت تهدد السلم العالمية عقب جلسة طارئة عقدها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي دعا مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دعا قادة الدول العربية والإسلامية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى اتخاذ مواقف صارمة لوقف إرهاب إسرائيل ومنع تكرار إجراءاتها الاستفزازية ضد المسجد الأقصى المبارك وأكد أمين عام مجلس حكماء المسلمين علي راشد النعيمي أكد أن ما يحدث من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته هو إرهاب حقيقي تجرمه كافة القوانين والأعراف والموافق الدولية محذرا من أن استمرار هذا الإرهاب يقود فرص التحدث عن السلام ويشعل فتير حربي دينية قد تقضي على المنطقة بأسرها ارتاء المجلس أن لا تكون هناك جهة محددة أو مؤسسة منفردة تتعاطى مع هذا الملف بل ارتاء دعم دعوة الأزهر لعقد مؤتمر عالمي لبحث قضية القدس ومناقشتها ودراسة آليات نصرة المقدسيين في قضيتهم وحي مجلس حكماء المسلمين صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته ووقوفه في وجه الانتهاكات الإسرائيلية وإصراره على ضرورة تراجع كيان الاحتلال عن كافة الإجراءات الاستفزازية التي حاول الاحتلال فرضها وعدم التنازل عن حقه في الصلاة بالمسجد الأقصى دون قيد أو شرط وإفشال كل مخططات الاحتلال للسيطرة على المسجد وكانت إسرائيل قد وضعت في الرابع عشر من يوليو بوابات إلكترونية لكشف المعادن عندما داخل باحة المسجد الأقصى لكن الفلسطينيين رأوا في الإجراءات الإسرائيلية محاولة من جانبها لبسط سيطرتها على المسجد الأقصى وخلق واقع جديد ورفض دخول الحرم القدسي وأدى الألاف من الفلسطينيين الصلاة في الشوارع المحيطة بالمسجد لمدة أسبوعين تقريبا وأجرت اعتصامات واحتجاجات تخللتها أعمال عنف في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة استشد فيها ستة فلسطينيين وأصيب المئات في مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية ما أجبر إسرائيل على التراجع عن تدبير الأمنية الأخيرة في محيط المسجد الأقصى ورضخت إسرائيل للضغوط الفلسطينية والعربية والإسلامية وأزلت بوابات كشف المعادن لكنها أعدلت أنها ستقوم باستبدالها بأجهزة أخرى متطورة وهو موقبل بالرفض الفلسطيني والعربي ما اضطرها إلزالة كافة التجهزات الأمنية المستحدثة في محيط المسجد الأقصى المبارك يشار إلا أن الحرم القدسي الشريف يضم المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين ويقع في القدس الشرقية التي احتلت إسرائيل عام 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي تؤكد جميع قراراته أن القدس الشرقية مدينة محتلة وأن الحرم القدسي الشريف هو مكان مقدس للمسلمين دون سواهم وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور محمد مهنة مستشار الشيخ الأزهر الشريف دكتور محمد بعد تحية جاء في توصية مجلس حكماء المسلمين في بانه إلى ضرورة وأهمية اتخاذ الإجراءات لوقف إرهاب إسرائيل هل هناك تصور معين لمجلس الحكماء لطبيعة هذه الإجراءات؟ لله الرحمن الرحيم وطبعا هذه الإجراءات هي دعوة للحكومات حكومات الدول العربية والإسلامية وأيضا للحكومات العالمية دعوة للمنظمات الدولية المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذا الإرهاب الإسرائيلي السبيوني على الأراضي العربية وعلى المقدسات الإسلامية فبالتالي الأمر يخص الحكام والمنظمات الدولية والقيادات السياسية فهي دعوة من المجلس حكماء الوسيمين لهذا الأمر ومن الطبيعة والمعروف كما جاء في التقرير الآن أن أرض فلسطين منذ 48 منذ 67 على الأقل أرض محتلة وصدر بذلك كثير من قرارات المنظمات الدولية كما صدر أيضا بأحكام لمحكمة العدل الدولية أنها أرض محتلة وأن على المحتل واجبات قبل هذه الأرض وقبل السكان وهذا هو القانون الدولي فإسرائيل بممارستها تنتهك القانون الدولي واستمرار هذه الانتهاكات هو إخلال بالقانون الدولي إخلال بالوثائق الدولية إخلال بما صدر من النظمات الدولية من قرارات سابقة وبالتالي يعتبر السكوت على هذا الإرهاب الصهيوني كريمة ويجب أن توقف وإلا هذا سيؤدي إلى الإخلال وتهديد السلام العالمي وفي حقيقة يمكن أشار الرئيس من قبل لذلك والواضح والمعروف أن إسرائيل تهدد السلام العالمي لأن البؤرة الوحيدة التي لا زالت تعتبر استعمارا في العالم من متصفية الاستعمار منذ مساق 45 حتى الآن لم يبقى إلا إسرائيل هي التي تحت الأرض تلسطين العربية نعم أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد مهنة مستشار شيخ الأزهر الشريف شكرا جزيلا لك في غدون ذلك وصلت مجموعات من المستوطنين اليوم اقتحماتها للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وذلك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية تزامنا أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية 42 مواطنا من الضفة الغربية بينهم 30 من القدس المحتلة بدأت عملية تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وجبهة النصر والذي دخل يوم الخميس الماضي حيزة تنفيذ وتشمل هذه المرحلة من الاتفاق إجلاء نحو 9000 شخصهم عناصر من جبهة فتح الشام النصر سابقا مع أسرهم من شرق لبنان إلى محافظة إدلب السورية مقابل إطلاق صراح أسر من الحزب اللبناني كان حزب الله وجبهة فتح الشام قد تبادل أمس جتامين قتل من الطرفين في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق معي هاتفيا من دمشق الدكتور جورج جبور المفاكر السياسي دكتور جورج تفاصيل هذا الاتفاق بين حزب الله وجبهة النصر لم يتم الإعلان عنها بشكل تفصلي لكن هل وجود عناصر جبهة النصر بداخل الأراضي السورية تحديدا في إدلب يمثل تهديدا للجيش العربي السوري كلا هناك نوع من الاتفاق بين جميع المشتغلين بالأزمة السورية وفي الطليعة الحكومة السورية طبعا على أن تكون إدلب مكانا يوضع فيه المتطرفون إلى أن تحل مشكلتهم كيف ستحل مشكلتهم في إدلب في الأرجح أن الذين يتواجدون في إدلب سوف يشعرون مع الوقت بأن أمامهم حل واحد هو التصالح مع الواقع التصالح مع الواقع السوري التصالح مع واقع أنهم سوريون تسيرون منهم بعد أن أقاموا في إدلب أو في جرابوس القريبة شعروا بأن مكانهم هو أن يعودوا إلى بلادهم الأصلية إلى مدنهم الأصلية إلى قراءهم الأصلية بالطبع هذا الاشتراض يحتاج إلى وقت والوقت إلى صالح لصالح أولئك الذين يرون أنه لا ينبغي أن يكون للتطرف مكان في الأرض السورية وفي الأرض اللبنانية وفي الأراضي العربية بشكل عام هذه ضمانة تراها لكن هل هناك ضمانة أخرى بعد مصول أو تسلل أسلاح إليهم من جديد وبالتالي تجدد أعمال القتال سمت توافق دولي وإقليمي ينمو وهذا التوافق هو للتحالف ضد النصرة وضد داعش إدلب الآن هي في يد النصرة النصرة منظمة إرهابية الدول العالم والدول الإقليمية من ضمنها متفقة على محاربة جبهة النصرة أي متفقة على عدم إمدادها بالمال وباستلاح وهكذا فإذن أولئك الذين هم في إدلب ينتظرون من الله أن يمنحهم صحوة ضمير ويعودوا إلى التيار العام للشعب السوري نعم أشكرك جزيلا من دمشق المحلل السياسي الدكتور جورج جبور أفادت مصادر محلية سورية بمقتل عدة مسلحين من عناصر حزب الله وإصابة آخرين ضراء قصف لمسلحي جبهة فتح الشام النصرة سابقا مقرا له في ريف حلب الجنوبية من جانب آخر أفادت مصادر كردية بدخول قوات من الجيش التركي في منطقة مدينة عين العرب كوباني شمال سوريا وأضف المصدر أن الجيش التركي دخل المنطقة من نقطتين واقعتين غرب عين العرب وسط حجد للقوات التركية على الحدود مع سوريا أفادت مصادر عسكرية عرقية بمقتل عشرين مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي في غارة جوية للجيش العرقية ما أصفر عن إحباط هجوم لتنظيم داعش على مواقع الميليشيات الحجد الشعبي في إحدى المناطق قرب الحدود مع سوريا وقال المتحدث باسم غزارة الدفاع العراقية أن الجيش العراقية أصبح يتعامل مع هذه الجماعات بشكل مسبق قبل تنفيذها للعمليات الإرهابية وأضف أن الجميع يعلم أن الجيش العراقي على أعتبي معرقة تل عفر وبالتالي يكون هناك هجمات على عدد من المناطق للفت الانتباه مشيرا إلى أن تحرقات تنظيم داعش الإرهابية أصبحت محدودة أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس اليوم أن طلب موسكو من واشنطن سحب عدد من ديبلوماسيها المقيمين في روسيا لن يؤثر على التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها معربا عن أسف بلاده لقرار موسكو وأعرب بانس عقب لقائه قادة دول البلطيق الثلاثة في إستونيا عن أمله بتوفر علاقات أفضل مع روسيا خلال الأيام القادمة مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة الأمريكية بخفض عدد العاملين في سفراتها وقنصلياتها في روسيا بواقع 755 شخصا خطوة تعبر على ما يبدو عن سخط روسيا إزاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها من واشنطن كما تلقي الضوء على التوترات بين الجانبين هذا الإعلان جاء بعد موافقة الكونجرس الأمريكي على فرض عقوبات على موسكو وبعد ساعات من وصول نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس إلى إستونيا لإجراء محادثات معها بوصفها الدولة التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الرئيس الروسي أعرب عن استغرابه من القرار الأمريكي وصفا إياه بغير المبرر لدينا عدد كبير من الخيارات التي يمكن أن تستخدمها روسيا للرد على العقوبات الأمريكية نحن نرد الآن لأن الأمريكيين اتخذوا هذه الخطوة المثيرة للاستفزاز التي ستؤدي إلى توطر العلاقات الأمريكية الروسية لقد فرضوا قيودا غير قانونية في محاولة للتأثير على بلدان أخرى بما في ذلك حلفائهم المهتمين بالحفاظ على العلاقات مع الاتحاد الروسي وتطويرها وردا على سؤالي حول إمكانية فرض عقوبات جديدة لدى واشنطن وصف بوتين خفض عدد الدبلوماسيين بالمؤلم وقال إنه يعارض حاليا اتخاذ مزيد من التدابير لدينا بالتأكيد شيء نرد به مثل تقييد مجالات التعاون المشترك التي ستكون مؤلمة للجانب الأمريكي لكن لا أعتقد أننا بحاجة للقيام بذلك سيكون ذلك ضارا لتطوير العلاقات الدولية والأمريكية الروسية حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحدث تباينا في ردود أفعال المواطنين الرئيس يقوم بالشيء الصحيح علينا أن نرد على الغطرصة بالغطرصة علينا أن نلقنهم درسا أعتقد أن هذا أمرا غير ملائم على الإطلاق ما كان ينبغي أن يفعل ذلك علاقتنا ستتدهور فقط ولدينا بالفعل ما لدينا من العلاقات السيئة أنا ضد هذا القرار الجانب الأمريكي رأى في الرد الروسي على العقوبات الأمريكية عدم تأثير على التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أشار إلى أن التحرك الدبلوماسي الأخير الذي قامت به موسكو لن يعيق التزام الولايات المتحدة ببنود معاهدة حلف شمال الأطلسي المتعلقة بالدفاع المشترك متواصلون معكم في هذه الفانورامة الإخبارية وفيها بعد أنباء الاقتصاد مصر تدين الهجوم الإرهابية الذي استهدفت السفارة العرقية في كابل أتنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا أمان أهلا بكم مشاهدين الكرام في أخبار المال والأعمال وأهم ما نتابع فيها البنك المركزي يعلن ارتفاع حجم الودايع إلى البنوك إلى دريليو نيني وتسعمائة مليار جنيه بنهاية شهر أبريل الماضي أعلن البنك المركزي أن إجمالية الودايع إلى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي ارتفع بنحو تسعة وأربعين مليار جنيه ليصل في شهر أبريل الماضي إلى تريليونين وتسعمائة وثمانية عشر مليار جنيه وأشر البنك إلى أن إجمالية الودايع الحكومية ارتفع ليبلغ نحو خمسمائة وأربعة مليارات وستمائة مليون جنيه منها نحو ثلاثمائة وتسعة مليارات وثمانمائة مليون جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو مائة وأربعة وتسعين ملياراً وثمانمائة مليون جنيه ودائع بالعملات الأجنبية كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله بنحو ثمانية عشر ملياراً ومائة مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس ليصل إلى ثلاثة وسبعين مليارا وتسعمائة مليون دولار في نهاية شهر مارس الماضي موسيقى 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 دعت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر الشركاء في التنمية ومنهم بنك التنمية الافريقية للمشاركة في دعم المشروعات الاستثمارية التنموية في القارة السمراء وخلال الكلمة الاحية لاجتماع المصادقة على استراتيجية شبكة تنصيق الاستثمار زل أثر الاجتماعي في افريقيا وتفعيلها أوضحت الوزيرة أن الصندوق الاستثماري التنموي الذي وقعت مصر اتفاق إنشائه يهدف إلى إنشاء حضانة لريادة الأعمال في مصر لدعم الشركات الناشئة نظم وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر فعالية شبابية بالحرم اليوناني بالتحرير لإفساح المجال لشباب مصريين ممن استفادوا من مبادرات ممولة من الاتحاد لتسليط الضوء على برامج التعاون الأوروبي وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين الفعالية جاءت بمشاركة أكثر من 150 شخصا من الشباب وممثل وسائل الإعلام والمجتمع المدني أيها الشباب يمكنكم صنع التغيير تحت هذا العنوان نظم الاتحاد الأوروبي فعالية لإبراز النجاحات والنتائج المزهلة التي حققها الشباب المصري الذي شارك في برامج التعاون بالاتحاد أنا أقدر أفتح مشروع لنفسي وبالفعل فتحت مشروع لنفسي وقدرت أسوأ كمان منتجاتي عن طريق موقع فايروزون اللي كان تابع للجمعية دي كنا بنزل كل المنتجات والحمد لله أنا نجاح كبير قدرت أن أنا أقدر أن أفتح ورشة وأسوأ كمان منتج وبنزل معارض مع الكرة الدولة ومعارض ديارنا ويعني الحمد لله قدرنا أن أنا أقدر أفتح ورشة وأجيب الناس كمان أعلمها وتشتغل معايا دربونا ثلاث شهور والمؤسسة كانت تابعنا وعملنا محاضرات معارض حياة والحمد لله استفدت كثير من شغلنا قدرت أكمل تعليمي للتحاد الأوروبي يقدم العديد من البرامج المختلفة التي تدعم الشباب من خلال توفير كافة الاحتياجات لتطوير وتحقيق هدفهم هذه الفعلية مهمة جدا لأن أكثر من نصف السكان في مصر هم من الشباب وهذه الفعلية تسلط الضوء على ما يقدمه الاتحاد الأوروبي للشباب المصرية من برامج متعددة ونهتم بالتعاون مع مصر لأنها شريك استراتيجي على كافة المستويات ونحن ندعمها دائما منح دراسية وفرص للعمل ودعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كلها عوامل يوفرها الاتحاد الأوروبي لمساعدة الشباب المصري لتحقيق أحلامه ودفع مصر إلى الأمام الاتحاد الأوروبي يجمع المجتمع المدني بالمواطنين عبر منطقة المتوسط لتحسين التفاهم المتبادل فحوار الثقافات يمكنه أن يواجه الصراعات والتطرف والبطالة بسم الشاعر أنهل نتحول إلى البرصة المصرية التي تراجعت مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة نحو مليار وثماني مئة مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى سبعمائة وخمسة مليارات وستمائة مليون جنيه وسط تعاملات وصلت إلى ستمائة وواحد وخمسين مليون جنيه أكد وزير البيئة خالد فهمي وجود مئة مليون طن من المخلفات يجب التعامل معها مشيرا إلى أن هناك فجوة تمويلية في منظومة النظافة تقدر بحوالي مليار ومئتي مليون جنيه جاء ذلك خلال كلمة الوزير في المائدة المستديرة التي انعقدت بمحافظة القاهرة حول خطة تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات للتغلب على مشكلات القمامة أعلن وزير التنمية المحلية هشام الشريف إنشاء الشركة القابضة للنظافة شركة مساهمة مصرية تتولى جمع وتدوير القمامة في كل محافظة وجاء ذلك خلال مؤتمر عقد بمحافظة القاهرة بحضور عدد من الوزراء والمحافظين أنا الوقت أن كل هذا يتحط كل المقترحات كل التجارب كل الدروس المستفادة أنها تتوضع على تربيزة العمل ويتحط إطار وطني كلنا نبقى فيه توافق عليه علشان يبقى فيه أريات تبقى فيه خريطة طريق وطن القومية للبلد تبقى فيه خطط للمحافظات لكل مراحل الصناعة عشان نلاقي مدينة نظيفة وقرية نظيفة وفق المناقشات بالمؤتمر أن إنشاء الشركة المساهمة مصرية للنظافة لابد من دراسة أليات الإنشاء ومصادر الدخل للشركة وتحديد الأسعار التي يدفعها المواطن نركز على الشركة نركز على التعديلات التشريعية المطلوبة نركز على دور المواطن دور الدولة من هو المسؤول عن منظومة النظافة من هو الجهة المنظمة ومن هي الجهة التي تقدم الخدمة وما هو المطلوب وما هي الموارد التمويلة لمطلوبة وكيف نرتفع بالخدمة سنوات عديدة دون حلول واضحة لمشكلة القمامة ومن خلال المشروع المطروحة تسعى الدولة لتحقيق النقلة النوعية لتلك المشكلة المطلوبة التي كانت موجودة طرحت نقاط عديدة للنقاش فاتفق في النهاية أننا سنشكل مجموعة عمل تتولى إعداد أو بلورة هذا ما اتفق عليه المؤتمر يأتي في إطار حرص الحكومة لحل مشكلة القمامة بكافة المدن والمحافظات بما ينعكس على حماية البيئة والحفاظ على المظهر الحضرية لكافة المحافظات رمضان المطعني ختام أخبار الاقتصاد عودة من جديد إلى زملاء أمل نعنان وإيمان ننصور واستكمال البانوراما شكرا جزيلا لك أمير ومشاهدين قبل أن نواصل هذه البانوراما الإخبارية إليكم تذكر بعنوين الأخبار الرئيس السيسي يؤكد أهمية تطوير العلاقات المتوازنة مع دول العالم وحشد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب خلال رئاسة للمجموعة الاقتصادية إسماعيل لا يؤكد ضرورة توفير جميع التيسيرات للمستثمرين مجلس حكماء المسلمين يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف صارمة لوقف إرهاب إسرائيل بحق المسجد الأقصى أدانت مصر والهجوم الإرهابية الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي مستهدفا السفارة العراقية في وسط العاصمة الأفغانية كابول من جانبها أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية انتهاء الهجوم على السفارة ومن جهته أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال أنه تم إجلاء القائم بأعمال السفارة في العاصمة الأفغانية كابول إلى السفارة المصرية هجوم انتحاري استهدف السفارة العراقية في قلب العاصمة الأفغانية كابول حيث فجر انتحاري نفسه أمام مدخل السفارة بينما اقتحم مهاجمان المجمع الدبلوماسي وسمع سكان القريبون من السفارة أربعة انفجارات على الأقل تالها إطلاق نار وقنابل يدوية وارتفع عمود من الدخان الكثيف الأسود فوق الحي المستهدف وسمع دوي سيارات الشرطة والإسعاف بعد أكثر من ساعة على بدي الهجوم دخل انتحاريون السفارة العراقية لكني لا أعرف بل الذي حدث بالضبط كنت في مكتبي بالقرب من المنطقة كانت الساعة العاشرة أو العاشرة ونصف صباحا عندما سمعنا إطلاق نار أولا ثم انفجار كبير فهربنا تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي يأتي بعد أيام على مؤتمر أقامته السفارة العراقية بكابل احتفالا بهزيمة داعش في الموصل وتقع السفارة العراقية بالقرب من مقر قوات الشرطة الأفغانية للحماية العامة التابعة لوزارة الداخلية والتي تم تشكيلها لحماية المباني غير الرسمية وتشهد العاصمة الأفغانية عدم استقرار أمني والعديد من التفجيرات والهجمات الانتحارية وأوضح تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في منتصف يوليو الجاري أن أعداد الضحايا المدنيين في الصراع وصل إلى مستويات قياسية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري تحولت شقيقتان فرطا من سوريا خوفا على سلامتهم من أفضل أطلاب في مدرستهم الجديدة في لبنان في خضون عاما وقالت مديرة المدرسة إن الفتاتان نموذجان للطالبات كما تم عرض عدد من المانحين اللبنانيين عرضا لهم بدفع رسوم الدراسية الخاصة بهما في غضون عام تحولت شقيقتان فرطا من سوريا خوفا على سلامتهم من أفضل الطلاب في مدرستهم الجديدة وللمساعدة في تعليمهما عرض مواطن لبناني دفع مصاريف سارة وتقلا كاللومة للالتحاق بمدرسة خاصة وتقضي سارة وتقلا كاللومة معظم وقت فراغهما في الدراسة بعدما فرتا من مصقة رأسيما قبل أربع سنوات طلبا للأمان في لبنان من أربع سنين صار الحرب على سوريا نحن اتهجرنا من داعتنا من معلولة واجينا لهون أحب أطلعهم هنت مامارية أدرسهم يعني وأرجع روح إلى سوريا هناك أشتغل وعمر داعته كانت الأختان تحصدان المراكز الأولى في مدرستهم في سوريا وتمكنوا من تكرار نفس الوضع في مدرستهم الجديدة مدرسة الصليب المقدس الكاثوليكية الأرمينية وحصلت الفتاتان على المراكز الأولى على صفوفهم الدراسية بعد عام واحد فقط من وصولهما كان تفانيهما وتفوقهما الأكاديمية مثار إشادة من المانحين اللبنانيين الذين تبرعوا بدفع رسوم الدراسية الخاصة بهما قدروا يتأقلموا معنا وبوقت كثير قصير مش بس أنه نشحوا جابوا علامات كثير عالية صاروا من أحسن تلميذ عنا بالمدرسة بصفهم وكل المدرسة كمان لم تكن صارا وتقلات المانسوا ببعض كلمات اللغة الإنجليزية في سوريا لكن في لبنان درس التاريخ الأرمني أيضا اللغة الأرمانية أضافت لي أنه زادت ثقافتي أكتر صرت أعرف عن الشعب الأرمني يعني بشكل عام وقد ما كان في عندكم مشاكل مشاكل وصعوبات يعني بتواجهوا ما تكونوا أنتوا أقوى منها ما تستسلموا أبدا وواجهوا كل شي لأنه أنت رح تبنوا مستقبلكم بإيدكم حلمي أنه شوف ميسي لأنه هو القدوة التابعة هو كمان كان عنده صعوبات وتغلب عليهم هلأ هو صار من حسب الأفضل لعبيب كرة القدم بالتاريخ وتأمل الفتاتان في أن تعثروا على رعاة يساعدونهما في الالتحق بجامعة القمة وأن يدعم المجتمع الدولي اللاجئين وختاما هذا تفكير بأهم عنوان الأخبار الرئيس صعب الفتح السيسي يؤكد أهمية تطوير العلاقات المتوازنة مع دول العالم وحجد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب خلال رئاساته للمجموعة الاقتصادية إسماعيل يؤكد ضرورة توفير جميع التيسيرات للمستثمرين مجلس حكماء المسلمين يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف صارمة لوقف إرهاب إسرائيل بحق المسجد الأقصى وصلنا إلى ختام هذه الفانورامة الإغبارية الشاملة إلى اللقاء